أعربت النقابات عن رفضها أي احتجاجات بشأن الدوس على عالم الاحتلال المرسوم في مدخل مجمع النقابات المهنية ويأتي ذلك عاقب احتجاج دولة الاحتلال إثرى تناقل الصور لدوس أعضاء في الحكومة لعالم الاحتلال خلال زيارتهم مجمع النقابات مؤخرا وزيرة الدولة لشؤون الإعلام تدوس على مكيان الاحتلال في مدخل مجمع النقابات المهنية معتبره مواطنون مخالفا لموقف الحكومة الرسمي الذي تربطه اتفاقيات ومعاهدات سياسية واقتصادية مع دولة الاحتلال إسرائيل بغض النظر عن الخلاف الجميع يتحدث عنه أعتقد بأنه هناك سفارات إسرائيلية وأعتقد بأن إسرائيل معترف فيها وأعتقد أن وضع العالم بهذه الطريقة لا يعبر صحيح نحن نعبر بهذه الطريقة ولكن من نتائج رزراء بنفس الوقت حتى لو كانوا موجودين بحكومة ملتزمة بمعاهدات السلام حتى لو كانوا مربطين بحكومة تقبل بمعاهدات السلام ووقعت على معاهدات السلام إلا أنه هذو الوزراء بالنهاية هم بشر ومن طينة الشعب الأردني اللي رافضين لمعاهدات السلام مع دولة الكيان الصهيوني نقابة المهندسين كانت مركز للمقاومة في البلد وهلا أنا مش شايف الرسالة اللي حملتها النقابات لسا مستمر النقابات اعتبرت أن وجود العلم على مدخلها موقف يمثل رفض مليوني عضو فيها للتطبيع مع العدو الصهيوني ولن يثنيها عنه أي احتجاج سواء داخليا كان أم خارجيا إذا استفزهم العلم الموجود كيف يعني هم يعني ما بيستفزهم ذبح الأطفال واستباحة أراضينا وعراضنا كل يوم وكل دقيقة انتهاكهم لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعطي الحقوق لأهلنا الفلسطينيين هذا شيء مش مستفز هم بيستفزوا العلم كله واستفزهم أنه العلم موجود وسيبقى موجود ولا النقبة بأي استفزاد لهم رؤيا حاولت الحصول على تعقيب من وزارة الخارجية ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام إلا أن الجهتين رفضتات تعقيب وتحديد الموقف الرسمي من الواقعة سامي جروان رؤيا